أكيد مشاهدينا مكافين بفقرات صباحنا لليوم ووصلنا للختام صحيح سالي الختام رح يكون ضمن مساحتنا الطبية لليوم طالما سمعنا عن درس العقل وربطنا ظهوره لدينا بسن الرشد ولكن هل تعلم متى يظهر هذا السنو كيف ممكن نتعامل معه لمعلومات أكتر أكيد بيسعدنا نرحب بالدكتورة وهب زيود وهو طبيب في اختصاص الأسنان يسعد صباحك وهلا وسهلا فيك دكتور يسعد صباحك دكتور بداية مثل ما قالت نيرمين نحن نتخيل درس العقل هو بيطلع بس يكبر عقلنا مثل ما بيقولون لك أهلنا كانوا لا ولكن يمكن التعريف العلمي لأله والطبي لأله الصحيح حنتعرف عليه من حضرتك لا هو اسمه الرحة الثالثة يعني درس رقم ثلاثة بيكون هو الثالث بالترتيب وهو يعني حتى رقمه بيكون ثمانة بالفك يعني رقم ثامن سن من كل جنب من جوا من جوا سموه درس العقل بسبب أنه هو بيبزغ بين السبتعاش وثمانتعشر سنة بفترة أنه الواحد بيعتبروه النج العقلي فلا هيك ربطوه وسموه درس العقل بهالسبب نعم يعني دكتور كمان منلاحظ كتير أشخاص وأنا منهم نطلع لي درس العقل بالخمسة وعشرين بالتساو عشرين في ناس بالتلاتين ولما يطلع يا راتب نستفاد منه دائما بيقولون لنا الدكاترا لأنه بيكون طالع تحت لسة البداية ظهوره وبزوغه بالسببتعاش تمنتعاش بس بيستمر للخمسة وعشرين وحيانا بيطلع تلاتين وحيانا في ناس بالستين لما بتقلع الدرس اللي المجاور له فمحتمل يبزغ صار له محل بس هو مو بالضرورة أنه نقلعه أكيد يمكن أنا عندي الاثنين أبداً ما نمتع أحياناً بيصيبوا النخور دكتور لدرس العقل وممكن أنه نحن نستخدم شيء للنخر نسحب عصب ونحط حشوة يعني هو يعتبر مثل الدرس الطبيعي ولا فيه اختلاف معين هلا هو مثله مثل أي درس بس مشكلته الأساسية وجوده بآخر الفك فهي بتكون عائق تجاه أنه التنظيف أغلب الأشخاص ما بقدر يوصل له ما بيعرفين نظفه مظبوط وجود الخد مغطي له فبيجمع أكل وحيانا إذا كان بازغ بطريقة غلط فاحتمالية تجميع الأكل أكبر فلهيك بصير فيه نخور هلا هو إذا كان طالع بوضعه الطبيعي أقوله مكان ومعامل مشاكل ما في مشكلة منعالجه معالجة محافظة مثلا حشوات إذا كان بده علاج عصب فينا نعالجه بشرطين أول شي إنه تكون الجزور منتظمي يعني ما أنا شازة بعددها وبشكلها وبنفس الوقت قادر الطبيب يوصل له لأنه حيانا فتحة التم بتكون صغيرة ما بتسمح أنه نعالجه فلهيك نقلعه صحيح دكتور مثل ما ذكرت يمكن أحيانا ظهور درس العقل بيكون بطريقة غير منتظمة خلنا نحكي عن أبرز المشاكل اللي بتكون لدرس العقل لأنه وهنا بسؤال سالي قبل عن العلاجات ولكن خلينا نسكر كل حالة وعلاجها لو سريعا هلأ أول شي محتمل درس العقل يعمل تراكب هلأ أهم شغلة إذا بدوا يعمل تراكب ونقررنا بدنا نقلع نكون آخذين خطة أنه لا بدوا يعمل معالجة تقويمية المريض لأنه حيانا شو بصير بيجي المريض بيطلعوا دراس العقل بيقلعون وبيرجع بعد فترة بيعمل تقويم بيكون حالة التقويم تستدعي ألع مثلا أربع ضواحك أو أربع سنان فبيكون هو ألع سابقا أربع دراس عقل ولاحقا ألع أربع ضواحك فبيصيروا 8 دراس أو 8 سنان ألعهم بدلا ما يكون عددهم 32 صار عمدوا 24 فهون بدوا يكون في شوية تخطيط للمستقبل إذا بدوا يعمل تقويم ما يقلعون هاي يعني مهمة هالموضوع موضوع ثاني إذا طلع باللعاء يعني هو يعتبر قمبلة موقوتة في حال كان بزوغه غير نظامي شاز إما أفقي أو مائل فبهالحالة بدنا نقلعه تماما أمتى نتعرض لأج جراحة إذا كان الدرس هيك عصيان تحت هاللسة وما كاير عم يطلع وعم يشئ وعم يصير فيه ألم ويمكن أنا الفئاتي كان معانين كتير من ألم درس العائل الحمد لله أنا ما جربته بس معانين كتير منه فلجأوا لأج جراحة بصير فيه عملية جراحة بسيطة لكن ألمه كتير كبير الألم وين بالألع ولا قبل ولا بعد لا لا بقبل يعني أمشانك ممكن الدكتور أحيانا بيقول أنه لا هلأ صار بدنا نشئ نحن لو نطلعه إمتى بتتم هيدا العملية هلأ أول شيء وقت اللي يكون عملي كشف تماما بالموضوع درس العائل بالصورة البانورامية الشعاعية بيبين إذا كان هو شائق من اللسة وصير فيه بزوغ جزئي تماما فهون بيعمل بوكيت يعني مثل جاي بيجمع أكل بين سطح السن واللسة تحت يعني بيناتهم هذا الموضوع مجرد ما جمع أكل عمل التهاب وعمل ريحة فبهالحالة بدك تقلعي بيأخذ المريض أنتيبيوتك كم يوم وبتقلعي هلأ نحن مرضانا مجرد ما عطي طيب مضاط حيوي واستفاد وارتاح غاب مع درجة بعد ست جوار سنة بيرجع بيصير عنده التهاب بيرجع هو لحاله بيأخذ أنتيبيوتك ما بيسألك مع أنه عرف الدواء وعرف العلاج مرتين ثلاثة أربعة صار التهاب بحالة أكبر يعني صار حتى لما بدك تعالجي بتعطيه مضاط حيوي ما عدي يفيده مثل قبل الثانين حتى القلع بيصير مشاكله أكبر ما بيتخدر مية بالمية المريض واحتمالية ليصير اختلاطات بعض المعالجة الاختلاطات هي عبارة تورم أو ألم بتكون أكبر لهيك أنه الأفضل أول ما يصير فيه مشاكل والدكتور بيقول له للمريض يفترض نقلعه فلازم يقلعه ما يأجل الموضوع بس هو الخوف هو اللي بيخلي المريض يهرب دكتور لازم نحكي كمان عن موضوع كتير مهم هو حالة الاستشارات اللي بتصير بين الناس يعني لما أقول لحدا أنه عم يطلع لي درس العقل بيقول لي فورا روحي على الدكتور العي وارتاحي منه ولكن لما روحي على الدكتور سنان بيقلنا أنه ما في شي بيطلع بجسم الإنسان إلا ما بيكون له وظيفة وخصوصا بهذا العمر خلينا نحكي علميا عن فوائد درس العقل هلأ أول شيء يعني التطور البشرية من الإنسان القديم كان عنده حتى هذا بيسموه الدرس التامي كان لسه في بعضه درسين يعني عشرة مع تطور البشرية والتطور الأكل وصار الأكل الطري ما عاد يحتاج الإنسان لوجود هالأدراس وصغر حجم الفك فصار وجود درس العقل أحيانا في بعض الشعوب ما عندهم يا يعني وراسيا ما موجود غير نتيجة التطور البشري فصار يعني فينا نقول مفقود وجوده غير ضروري بحالات معينة يعني نحنا المضغ طبعنا بيكون تسعين بالمئة ونسبة كبيرة أولى على الرحة الأولى الرحة الثالثة اللي هي درس العقل المضغ عليه بيكون يعني شبه معدوم ما بياكل عليه المريض بس نحتمل نحتاج درس العقل بفترات عمار كبيرة بالأربعين خمسين لأنه بتقلعي مثلا وحدات سنية درسين قبله أو درس فوجوده بحافظة عظم وجوده بقدر تعملي عليه جسر يعني تقدري تحملي عليه تعويض يساعد المريض على الأكل في حال ما بدوا يعمل زرعات ما في شي هيك بيجيبه لفايدة لازم يكون له فايدة بجسن يعني هو فاقته كانت أكبر للإنسان الأديم اللي كان يأكل أطعمة قاسية كان يستفيد منه هلأ نحن على الأطعمة الطرية صار يعني نحس بتلمضغ عليه مانا هالكبيرة يعني ما بتمضغي عليه تماما يعني دائما وقتنا نروع عن دكتور سنان يعني آخر شي بيفكر فيه هو قلع الدرس إذا كان الدرس مثلا مهم ودرس العقل كمان يعامل نفسها دريك المعاملة أو لا إذا مثلا النخر شوي ما من صلحه دغري من قلعه ما أنت هاي إذا النخر يفترض صلحي إذا إله مكان ووضعه جيد ومعامل تراكبات لأنه أحيانا نتيجة بزوغه بيضغط على الأسنان بيعمل تراكب هذا بيسموه متأخر ثالثي بالأسنان السفلية خاصة والأسنان فك السفلي هلأ هو علميا ما نسبب مية بالمية لأنه أحيانا بيصير هذا التراكب بدون وجوده بدون وجود درس عالي فبس نحن يعني مشان ما يزيد التراكب من نقلعه لهذا الدرس بس إذا ما عامل مشاكل إله مكانه توضعه الصحيح ضمن الفك قادرين نعالجه فتحة فم المريض بتساعد أنه مثلا نعمل له حشوة فالأفضل نحافظ عليه دكتور خلنا ناخد من حضرتك نصائح اليوم اللي نتعامل فيها مع درس العقل أو حتى إذا فيه ممكن ممارسات خاطئة عم تكون من قبل الأطباء أو حتى من قبل الناس نضوع عليها أكتر هلأ يعني الطبيب اللي عنده خبرة ما بتوقع يكون في عنده أخطاء عرفت كيف هي أول لأسف عمل لا إياه عمل لا إياه أحيانا يعني بدك تختاري طبيب يكون عنده خبرة وضمير أكيد أكيد يكون هو همه مصلحة المريض أكيد هلأ تنظيف يحاول المريض يوصل لنهاية الفك ينظفه من جهة الخد الرحة الثالثة العلوية يعني درس العقل العلوي يحاول هو عم بينظفه يسكر ثمه وياخد فرشاية الأسنان 45 درجة مش عم يقدر يوصله يعني ينظف من جهة الخد استخدام الخيوط الخيوط هو مو شي مكمل يعني يعني نحنا بنعتبر الخيط أنه والله عم بخلينا قول رفاهي هو الخيط يعني مثل مثل فرشاية الأسنان فرشاية الأسنان بتنظف ثلاث سطوح من أصل خمسة فليما بيستخدم خيط هو فعليا تارك سطحين مو ما بينظفهم تمام يعني أيضا دكتور يمكن ذكرت نقطة مهمة أنه بس نحنا يصير عنا آلام بالدرس سواء درس العقل أو غيره مناخد غري مسكينات منهدى عليها فمنصير دائما نكررها من دون ما روح عند الطبيب نعرف شو ممكن يصير له بعدين أدي شو مهم زيارة الطبيب مو بس وقت الوجع نحنا نوصل لذروة الوجع أو نوصل للمراحل الأخيرة بلش الدرس يضرب على رأسنا وأعصب رأسنا شو مهم أنه نحنا نعمل زيارة دورية دكتور أسنان ننظف أسناننا حتى مو بس التنظيف المنزلي في تنظيف كل ثلاث شهور أو يجب أن يرجع له الشخص؟ التنظيف لا يمكن أن تختلف من شخص لشخص أحيانا مريض يأتي سنتين أو ثلاثة لا يحتاجه لا يدخل أو لا يدخل أو لا يدخل هي مدخل الدخان والدخان منشيل فيه تصبغات تماماً بس نحنا نحكي على ترسوبات الكلسية هذه العلاقة باللعار وأحيانا إذا مريض كثير طريقة تنظيفه جيدة ما بحاجة أنه ينظف أحيانا بفترة طويلة يعني بيجي مريض أنا عندي براقبه أنه أنت هلما بحاجة التنظيف بلاقي حالي أنه بعد ثلاث سنين صار بحاجة بقوله كل ثلاث سنين تعمل تنظيف إذا ما بحاجة يعني لأنه ما في داعي بس الزيارة الدورية يفترض كل ستة شهور سنة بالكتير إذا في نخر بسيط بيقدر الواحد يلحقه بحشوة محافظة أفضل ما يوصل لمرحلة صحب عصاب وتلبيس لأنه بالسنان ما بطيب لحالة يعني المشكلة تزداد سوء وإنزار المعالجة يزداد سوء بالبداية محتمل طبيب يقدر ينقذه للسن كل ما تأخرتي بالمعالجة صارت يعني إمكانية المعالجة بتصير معقدة أكثر نعم كمان بدنا نركز دكتور في سؤال أو استفسار بيكون عن استخدام درس العائلة بيسندوا عليه يمكن الدكاترة إذا بدون يبنوا جسر أو هيك ويعني كان بدي أقلعه أو نصحني الدكتور خليه اللي بيضل معك بس تكبري خلينا نحكي عن هاي الفائدة لدرس العقل كمان هلأ هاي حكينا فيها إذا درس العقل إلو مكان وتوضعه جيد فيك يعني وعندك الرحة الأولى والرحة الثانية فيهم مشكلة ففيك يعني أو مسحوبين عصبهم فالطبيب بيعرف أنه دول الدراس مثلا محتمل يعودوا خمس سنين أو عشر سنين وينقلعوا صح فأنا بستفيد من وجوده أنه حمل عليه جسر إذا المريض ما عنده عظم أو ما عنده قدرة مادية يدخل بموضوع الزرع أو عنده أي مرض مثلا يمنعه من إجراء عملية الزرع فتستفيد من درس العقل بموضوع الجسر فإذا كان له مكان مو منخور معامل اختلاطات معامل مشاكل الأفضل يضل تماما يمكن دكتور مع هالمعلومات نحن اللي كانت مهمة يمكن كمان أنا أول مرة بسمعه وأيضا مشاهدينا قدروا يستفيدوا منها من انتشكر كثير وجودك معنا ديكون إلنا طبعا حلقات تانية وفقرات تانية عن مواضيع تانية غير درس العقل ولكن دائما للأسنان هي عصب يعني ودائما هي الواجهة طبع الشخص كل الشكر لك دكتور دكتور وهب زيود شكرا كثير إليك وكل المعلومات اللي قدمتنا ياها شكرا إليك